بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة بعون الله وتوفيقه نبدأ أول فيديوهاتنا من كتاب ماي نيو فرند وهو ما هنبتدي فيه هنبدأ فيه الجزء السادس اللي هو الاختبارات الشاملة على المنهج كاملا اختبارات على المنهج كله تقريبا هم 20 امتحان زائد مجموعة أخرى من الامتحانات اللي هي امتحانات السنوية السابقة بس تم التعديل عليه وبرضو بنعتبرها نمازج امتحانات وبنحلها أما فيه بما يخص حل ما قبل ذلك يعني الحياة اللي قبل كده لأنه الجزء السادس ده بيبدأ هنا في كتاب ماي نيو فرند بيبدأ من الصفحة رقم 166 طب فيما يخص ما قبل رقم 166 إن شاء الله هقولكم على تفاصيله في جروب الواتس بإزلال تعالوا نبدأ في الجنرال إجزام نمبر ون امتحان رقم واحد والسؤال الأول بيقول ذوس هو زلو مست بي سيفر لبنجد ذوس هو بريك زلو اللذين هخالفونا القوانين رقم 2 يقول إن شاي ووز يونجر يقولنا وين لما يجي وراه وز أور ونسميها حالة في الماضي والحالة في الماضي بيجي وراه ماضي بسيط يقول بلايد نمبر سري she was to go out عايزين نقول كانت على وشك أن تخرج when her friend arrived لما صديقتها وصلت there to be لما قاموا as or was where وبعدين كلمة about معناها على وشك number four he asked me سؤال مباشر وغير مباشر ده he asked me لما جيبها دات الاستفهام عشان نشاهل علامة الاستفهام هنا بجيب الفاعل الفاعل المساعد بعدين فأقول I had I had come number five no amount of money ليس هناك أي أموال can make up for up for معناها يعوضني عن the death of a child عن وفاة الطفل number six the man denied والفيرب deny بيجي بعده I in G هما في number seven بيقول my publisher الناشر بتاعي insist ومعظم الناس أولا بتشوف verb insist بتقول on بس خلي بالك هو مش موجود ورا هنا I in G والاس موجود ورا جملة كاملة بيجو نقول انزيستد زت عما في number eight بيقول we go to school today because it's a holiday عشان الدنيا جاهزة مش محتاجين نحن نروح يبقى we need it يعني في عشان نقول we mustn't لأنه مصن ندي في التحريم والتحذير والمنع تحذير وتحريم ومنع ضيب number nine the more people want to do something ده بنسمي the expression أو التعبير بتاع كلما كلما بنقول من هنا more ونحط تاني more أو ممكن نكون من هنا اي ار ونحط تاني اي ار أو العكس ممكن نكون من هنا اي ار ونحط تاني يبقى more أو ممكن زي السؤال اللي قدامنا ده يبقى فيه more يبقى نحط تاني اي ار ستشيبر كلما كان أرخص أو كلما أصبح أرخص the teacher asked me the teacher طلب مني to المصدر to revise في number eleven he has been asked about his availability هو سؤال عن توفره عشان his اللي هو الضمير his أو الضمير my أو hair دائما بيجي بعدها ناون الناون الوحيد الموجود هنا availability number twelve وم اتناشر بيقول he is the best to work وبعدها بيقول his car عربيته is still in the garage العربية منازلت في القراش يبقى اكيد ركب الباص the autobies must have taken number thirteen the bad news he brought us الاخبار السيئة التي احضرها لنا اجلبها لنا spoiled our fun افسدت فرحتنا spoil D معناها spoil يفسد number fourteen she that she had visited here unto twice that week she said جملة خبرية number fifteen this book كتاب ده is a challenging challenging معناها صعب او يمثل تحديا challenging one that requires تتقلب careful reading قراءة واعية او حريصة sixteen someone knocked at the door احدهم قرق الباب while i was having لانه while بيجي وراءه ماضي ماضي مستمر was having my dinner تعشم inside a space craft بيقول داخل مركبة الفضاء داخل مركبة الفضاء داخل مركبة الفضاء مين في دولة بيعمل داخل مركبة الفضاء الاسترونوت اللي هو رائد رائد الفضاء وفي number eighteen i in your position يعني لو انا كنت في مكانك i wouldn't accept that offer الناس اللي بتقول بناخد provided that باعتبارها بديلة لكلمة if واصلا حتى لو في if ازاسا هقول if وقادي الفاعل فين الفعل بيش فعل لبي احنا في الحالة التانية هنا واستبدال if بكلمة where هقول where i number nineteen she wasn't worried about her wound ان تكون قلقة بشأن الجرح after the doctor said بعد ما الدكتور قال it was uninfected اي انه غير ملوث number twenty the television when my uncle came home last night عزونج التلفزيون ومعاه فعل ريبير عمر التلفزيون ما يصلح نفسه يبقى حنقول was being ريبيرد كان يصلح الوحيدة اللي المجنية للمجهولهم number twenty one his previous يعني صاحب العمل السابق describes him كان بوصف بانه honest hard working واكيد نضيف عليها صفة كويسة نقول بوصفة كويسة اي ضمير او متفان number twenty two the boss had all the ambelways انا عندي فعلهاد هنا وفعلهاد وراع عاقل يبقى حجيب بعديه مصدر دلو حدة تاسعة يا جماع انه اسمها المفعول لاجلي twenty three بصفة كويسة من فوروم من مملكة يقدم يبنى المجهول يبنى الثالث يبنى الثالث لقد أعتقد أنه لا يمكنك إيجاد الشخص يعتقد أنه عمره لا يمكنه ينجح هو الشخص الإنهزامي كانت تسعى أنه لم يكن أخرج من حالة بص هنا عندي كلمة ذات خلاص يبنى أن تريد أن تريد أن يكون صد اما صد لكن اللي قدام ذات صفة فهنأخذ صد 27 يجب أن تريد أن تريد أن تريد ثلاث pantבש حين جيب بعدها الشيء الذي قام إبيرانيو هو الأصاء الوصل يع haya وصل نور لذلك بعدين student in class أعنى عندي كلمة student مفرد all neighborhoods يوجد هنا بأسم المفرد لا يعد مش أقول all boy خلاص أقول all money بأسم المفرد بس لا يعد because student مجعد of doit deeds each of برضو بياجي وراها اسم جمع بس الفعل مفرد اما every هي الوحيد اللي بياجي وراها مفرد وبعدها فعل مفرد هذه هي الوحيد الموجودة هنا تنفع كلمة every 29 storm chasers يعني متعقب العواصف هم اللي بيستضيوا يدرسوا and full storms و تتبعوا العواصف number 30 do you like the people هل تحب الناس you met on holiday وهل أعجبك الناس اللي انت قبلتم في الأجازة طبعا هي الوحيد اللي هتنفع هنا you met لأنه الثلاثة دولا موجود فيهم كلمة كلمة zim احنا اصلا بنجيب ضمائر الواصل لحزف الضمير او لمنع التكرار عشان ما كررش ازاي اقول people اقول zim نجيب ضمير الواصل عشان ضفين ضمير الواصل هو اصلا هنا محزوف نقول هو you met او whom you met فهنا ضمير الواصل محزوف فاصبح الفعل والفعل بعدها بعد حضراتكم طبعا جريتوا القطعة وعرفتوا القطعة بتتكلم عن ايه وعرفنا بتتكلم عن مقارنة بين حياة الجامعة وحياة الطلاب اللي هم بتوع المدرسة يعني الطلبة العادية السؤال اول بيقول how do university students ازاي طلعوا الجامعة get their text books بيحصلوا على المنصوص الكتابية بتاعتهم او الكتب بتاعتهم طبعا معظم الناس جالت عشان هو مكتوب في الفقرة ان هما بيروحوا يستلفوها من المكتب او يستعيروها من المكتب هو مكتوب زي بورو from the library هو كاتب هنا المكتب اللي بتستلفهم هو في مكتب بتستلف الكتب من الطلبة هي الطلبة اللي بتسلف الكتب المكتب اقصد هي اللي بتسلف الكتب فانا كلمة بورو هنا اخليها لند لو خليتها لند تنفع تبقى طبعا تحتها ستيل معناها يسرقوا وهنا الاولى بيقول the university provides them الجامعة بتزودهم بها تقولهم خدوا يعني زي الطلبة العاديين اللي متوع المدارس يجوا اليوم في المدارس وهم وزيين عليهم الكتب وعلى كان دا بيحصلش في الجامعة بتبقى students purchase them معناها ان الطلبة هما اللي بيدور عليها ويبحثوا عنها ويشتروها او يقتنوها يعني هما نفسي number two when students go to university لما الطلبة يروحوا الجامعة they have to be prepared لابد ان يجهزوا ان هما ايه ان هما be more organized يكونوا منظومين اكتر number three which of the following is true ايه من التالي صحيحة ومناسب لما هو موجود في القطعة لو قلتهم كلهم هيتطلعوا مش مناسبين من غير من انت اصلا تقرر قطعة اثبتلك مثلا الاولانية schools require that students organize things by themselves يعني المدارس حياة المدرسة بتتطلب من الطلاب ان هما ينظموا نفسهم بنفسهم لا طبعا تلاقي الطالب ده ممكن يساعدوا مدارس ممكن يساعدوا ناسه في البيت مش محتمد على نفسه كاملة يعني مش 100% الجمله من غير ما انت هتقرر قطعة مش ناف طبعا زاد ان انت هتقرر قطعة تكتشف انه الاجابة تبقى university students are responsible more مسؤولين اكثر for their learning عن تعليمه number 4 وبرضو من غير حتى ما تقراها group و projects يعني مشروعات او مجموعات او ابحاث في مجموعات مجموعات الانشطة مجموعات الانشطة لما فيها كلمة group مجموعات يبقى ال groups دي اصلا بتعلم التعاون تعلم التعاون يبقى that students cooperate number 5 ال idiام او العبارة اللي اسمها give or take give or take دي موجودة بيقولك بيذاكروا او بيجهزوا او بياخدوا محاضرة تستمر من ساعتين الى ثلاث ساعات give or take يعني تقريبا كلمة تقريبا لنا في دولة تبقى nearly number 6 underlined word الكلمة اللي اسميها زي اللي موجودة عنديكم في القطعة تشير لي ال students تشير لي الطلاب السؤال السابع هنا بيقول ايه بقى السؤال السابع بيقول what to kind of classes ما نوع الفصول can be in universities ايه نوع الفصول الموجودة في الجامعات بيقول هنا في الصدر اللي مكتوب فيه give or take في القطعة عنديكم جنبيه على دول او وراع على دول مكتوب انه في عندنا نوع بيتكون من بيحضر فيه من حوالي اكتر من 500 طالب more than 500 وفي حاجة تانى بيقول smaller classes يبقى هنا ايجابتنا تبقى يبقى عندينا هنا large large classes يعني فصول large اكبر and و ايه تانى and small small or smaller classes فصول اصغر اللي هي زي السكاشن طيب number 8 which two places ايه المكانين اللي الفقرة بتقارن بينهم معروفة طبعا اللي جابة تبقى university الجامعة and school و حياة المدرسة طيب what makes it necessary to sometimes have smaller classes at university بيقول يعني ايه اللي بيطرر الطلب انه ماخد smaller classes فصول صغيرة في اليونيفرستي في الجامعة او بمعنى صح ما هي وظيفة الفصول الصغيرة هنا في الصدر اللي تحت give or take مكتوب other smaller classes فصول اصغر where students اللي الطلاب يلا كده عشان هيدي الاجابة حتبدا منين where students حيصوا الطلاب can discuss the subjects يناقشوا الموضوعات they find difficult التي يجدونها صعبة and from time to time وبنقطة الاخر lectures المحاضرين spend time with individual students مع الطلاب فرديا talking about the work تحدثون العمل that they have done or the work that they are expected to do لكل اسميها الاجابة بتاعت ما هي فائدة او ما هي استخدام smaller classes من اول كلمة where where students which makes students more independent ما الذي يجعل الطلاب اكثر استقلالية school حياة ال school ولا university life ولا حياة الجامعة طبعا بيخليهم اكثر استقلالية هنا في university life حياة الجامعة طيب ليه بقى تعال هنقول لك ليه ونوريه لك فين فرق طبعا جابة السؤال ذا حتلاقيها بعض العبارة دي بقول students of universities طلاب الجامعة are expected to توقع to do much self study يقومون بدراسة ذاتية اكثر and manage their time ويديرون وقتهم ويتحكموا في وقتهم themselves بانفسهم تمام كده طيب ممكن نضيف عليها جوزئية ايه بقى في جوزئية نتكلم عن ان هما بيعملوا حاجات مكانوش ملزمين هم عملوهم مكانو في المنازل في بيوتهم مع والديهم بقول there are many ordinary things هناك اشياء عادية that they may be oblig ملزمين to do ان هم يعملوه for themselves بانفسهم زي cooking cleaning and making the bits وترتيب السجل دي حاجات برضو بتخليهم يبقوا more responsible أو more independent اكثر استقلالية السهل الاول في القصة بيقول Antoinette called for help طلبت المساعدة أو نادت أو صرخت من أجل طلب المساعدة ما كانت في المانسيون an hour before the appointed time قبل الموعد المحدد بساعة number two put an end to the lives وضع حدا يعني وضع نهاية لحياة the three foreigners حياة الثلاث أجانب هو رسند اللي تخلص من الثلاث الأجانب number three why did Antoinette send a letter to Flavia لانتونيت أرسلت خطاب الفلافية أكيد عشان تحذرها وورن هير أجانست مايكل أما آخر سؤال بجرة بشدة كان يرغب في الانتقام avenge روبرت ينتقم من روبرت هم زو بشدة لانه روبرت عمل معاه حركة مش كويسة اللي هي انه روبرت استابد هم ضعنه من his shoulder في كتفه بالنسبة لأسرة القصة اللي تحتها تعال هنحل الأسرة دي السؤال الأول بيقول Do you think Michael could have killed the king هل مايكل كان عنده قدرة عن نقتل أخوه الملك ولو ما تجاوب أو لا برر إجابتك معناها برر طبعا هو مش هيكده يكتل أخوه هنقول له ليه؟ لأنه رسندل في الحالة دي يعني اللي هو قتل أخوه رسندل سوف يصبح ملك سوف يصبح ملك فوريفر إلى الأبد رسندل هيفضل عضله هو الملك فهو خايف أنه يكتل أخوه أما بالنسبة للسؤال الثاني يقول لك ليه رسندل أختار المنزل بتاع تارلنهايم لإجابة طبعا لأنه كان نير لأنه كان بالقرب من لأنه كان قريب من قلعة زندل بالنسبة للسؤال الثالث يقول لك روبرت انتونيت لو قال لك ليه روبرت دخل حجرة أنتونيت نقول له توبانش هير عشان يعقبها لكن هو رحض كلمة بانش هير في السؤال يعني عايز يقول لك هو عايز يعقبها ليه بجاب لأنه ساعدت رسندل لأنه ساعدت رسندل أرسالة رسائل سرية تهم أرسالة رسائل سرية لرسندل السؤال المحادثة هنا في السؤال الأول between a shop assistant بين باع في المحل and customer and in a mobile phone shop في محل موبايل فضروري أنت لما تدخل المحل ال assistant اللي هو البيع نفسه بيقول لك على طول can I help you عن أي خدمة can I help you you sir ممكن أقدم لك أي خدمة سعيدة طبعا أنت تقول له yes وتقول الحاجة اللي أنت عاوزها بس أنا طبعا مش حقدر أقولي الحاجة اللي أنا عاوزها إلا لما أكمل باقي المحادثة بعدين لما هو قال له أنا عاوز كذا مثلا أنا عاوز تابلت مثلا عاوز موبايل عاوز بتاع قال له I regret to tell you يؤسفوني أن أنا أقول لك وظلما أؤسفني بقي الحاجة دي مش موجودة تمام فأنا ما أقول مش موجودة سأقول we don't have إحنا ما عندناش الحاجة دي بس أنا برضو مش حقدر أكتب هنا لأنا مش عارف إيه هو اللي سألني عليه سأقول له we don't have we don't have a tablet طب ضلع موبايل رحت كتبت we don't have a mobile رحت كملت جرائل جيت اكتشفت نوع تابلت بشيء جزء يعني كمية منوعة أو متنوعة لشان فريتي معناها متنوع of mobiles من الموبايلات ودول صفاتهم إيه and they are all as good as galaxy كلهم كويسين زيهم زي الجالكسي يبقى إذا الرأي ده كان عاوز تليفون إيه كان عاوز تليفون جالكسي فأروح مقول له هنا yes I need a galaxy phone phone أو أجالكسي موبايل طبعا كنت تقول I want to buy خلاص I need to buy كله شغال يعني عادي مش هتفرق I need a galaxy galaxy phone فيجي بعدين هنا بيقول له إيه بقى بيقول له I regret to tell you اسفوني زت احنا قلنا نكتب we don't have ليس لدينا يعني we don't have إيه بقى خلاص عارفنا هو عاوز إيه we don't have a galaxy أو we don't have galaxy phone دينا عاش تليفون جالكسي بعدين بيقول له نوب رابل ما فيش مشكلة وبعدين بيسأله سؤال وإجابة السؤال ده بات طبعا طبعا وإحنا قلنا طبعا لما تدربنا على سئلة المحادثات دي من الوحدة الأولى غاية الوحدة التمنتاشر كنا كل مرة في كل وحدة من المحادثين يعني احنا اعتبر تقريبا حلين ما يقارب من ستة وتلاتين محادثة خلاص بلاش ستة وتلاتين وبلاش تلاتين خليهم عشرين محادثة بابا اعتبر ان احنا حلينا عشرين محادثة في أثناء الشرح او في أثناء المراجعات برضو كانت في محادثات خلاص فالمحادثات دي اتعلمنا فيها انه لما بنلاقي سؤال بادئ إجابته بادئة بوف كورس يبقى السؤال ده لازم يبقى بهل او بفعل مساء بقول لهوف كورس we have a good variety of mobiles الفاعل اللي هو we والفعل اللي هو have انا مش حقدر اسأل هنا بهاف لانه هاف مفيش وراها تصريف ثالث خلوا بالكم بالله عليكم معظم الناس بتشوف we have او we have تروح سألها بادئة السؤال بهاز او هاف انا مقدرش اسأل بهاز او هاف الا لما يكون بعدها تصريف ثالث فانا مش هبدأ هنا سؤالي بهاف اجيب فعل مساعد بديل عنها اللي هو do يقول له do والفعل بتاع we اللي هو you والمصدر بتاع هاف اللي هو هاف زي ما هو do you have a good variety of mobiles موبايلز طبعا في ناس تقول له هل لديك انواع اخرى من موبايلات do you have other kinds of mobiles اه تنفع برضي انا بحب اجيب الحاجة السهلة عشان اوصل لك ان السؤال محادثة ده سهل جدا وتحاول تعمل زي زي كده في اللجنة ان شاء الله طيب قاعدين بيسأل السؤال قال له here they are اهو تفضل كلمة here they are يعني اهه تفضل يعني زي ما يكون حد اعاوز عايز مية فترة يقول here they are here it is تمام؟ بديها اللي عن تفضل اهيه بيقول رهاله يبقى اذا هو طلب ايه طلب ان هو يشوفها يقول له can i see them ممكن اشوفهم في ناس تاني قالت can you show them to me ممكن تعرضهم علي استان انا بحب اجيب السؤال اقول can i see them اقدر اشوفهم can i see them قال له يا دي تفضل رح سأل السؤال قال له ازي اسب لك one اللي لونه اسود ده بقى يا سيدي هذا الذي لونه اسود is nookya نوعه ايه؟ نوع نوكيا يبقى اكيد سأل على الاسود ده ممكن يقول ما نوعه تمام؟ فقال له what kind ما نوع الفعل المساعد موجود عندي تحت مش هستلف حاجة من برا اللي هو is وايه الكلام المكتوب قبل is اللي هو this black one تبقى what kind is this black one ما نوع الاسود ده اللي قدامه بعدين ما بيكمل بيقول it's the same price ونفس سعر الجالاكسي انا ممكن اقول له how much is the black one ما سعر الاسود ده يقول الاسود ده نوكيا وسعره زي سعر الجالاكسي اقول له اوكي I'll buy it طبعا بخصوص البراغراف هنا عندينا براغراف هنا ما زي اهمية ممارسة الرياضة والبراغراف التاني اللي هو globalization اللي هو العولمة طبعا انا ممكن اقول لكم اختاروا اي حاجة في دولة بس انا عارف ان معظمكم اختار importance and practicing sports ومارسة الرياضة اهمية الرياضة فانا عاوز البراغراف ده اللي هو اهمية الرياضة عاوزه مكتوب وتبعتهولي على جروب الواتس عشان اصحح البراغراف اللي انا بقول لكم على يدي دلوقت تعالنا ندخل باقي على سلة الترجمة الترجمة الاولى بتقول scientists play a vital role ممكن في الجملة ما تكون من انجلش تحول العربي ممكن ابدأ الجملة بالفعل فاقول يلعب العلماء a vital role معناه دورا حيويا تلعبونا دورا حيويا in modern life في الحياة الحديثة في الحياة الحديثة زي help make it easier وهم يساعدون في في ان يجعلوها يميك او في جعلها انتوا على اثنين في جعلها easier يعني اسهل and more comfortable واكثر راحة بطا for all people لكل البشر او لجميع البشر لكل البشر او لكل الناس دي الترجمة الأولى نسبة للترجمة التانية تقول المشروعات القومية التي تنفذ all over Egypt في جميع انحاء مصر الفعال البعادية بيقول show توضح او تظهر توضح يعني تظهر توضح ان معناها الدولة التعبير البعادية اللي هو spare no effort معناها لا تدخر جهدا او ممكن حد يروح عملها كده يقول تبذل قصارى تبذل قصارى جهدها بس تنفع الاثنين يعني لا تدخر لا تدخر جهدا to solve the problems لحل المشكلات التي the problems facing the Egyptian citizen لحل المشكلات التي تواجه المواطن المصري الترجمة اللي بعدها طبعا هي بتقول استطيع رواد و سياح الفضاء طبعا في ناس راح تعطفت كلمة رواد و سياح عطفهم على بعض و حطوا الصفة بتاعتهم انه هما الفضاء على فكرة رواد دول اللي هما رواد الفضاء اللي هما الأسترونوتس أصلا كلمة أسترونوتس معناها رائد فضاء خلاص للناس سراحة قالت space astronauts and space tourists لا منفعش هو أصلا رائد الفضاء اسمه أسترونوتس تمام؟ يبقى رواد الفضاء اللي هما الأسترونوتس أسترونوتس and space tourists اللي هما سياح 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 الفضاء يستطيعون يبقى كان ممارسة يبقى كان براكتس عشان كان بياجوا وراها الفيرب في المصدر كان براكتس الرياضات عديمة الوزن طبعا الرياضات دي هي الرياضات الاسم والصفة بتاعتها عديمة الوزن واحنا طبعا لو حفظين كلمات في المنهج ان شاء الله نكون حفظين نقول عليها اسمها weightless sports رياضات عديمة عديمة الوزن في ظل حالة في ظل حالة نعدام الجاذبية كلمة في ظل حالة ليه أكثر من تعجب ممكن نقول throw كلان وممكن حتى نقول throw أوت برضو من خلال وفي حد برضو ممكن نقول in case of وإن كيس أوف فعلا بياجوا وراها اسم يعني كله ده صح معي خلاص ممكن نقول throw وأعمل كده قوس وأحط جواها الإجابات الأخرى دي تمام؟ أو الاحتمالات الأخرى لمعنى هذه الكلمة في ظل حالة انعدام الجاذبية اسمها zero gravity وده كل حاجات أخدناها في المرهم ينفعش يجيب لي ترجمة زي كده في الامتحان وأوقف معرفش أكتب فيها حاجة لاني أنا مش عارف ايه معنى كلمة انعدام الجاذبية ده مش تكسير من مدرس ده مش تكسير من ملخص لانك أول حاجة أحملت فيها حفظ الكلمات وأنا ممكن إدهالك نصيحة كده لله يعني خلي باله حفظت الكلمات يبقى ربنا هيكرمك في الامتحان احفظ كلمات المنهج ده كويس كده وحروف الجر بقى والتعبيرات بتاعك حفظك كويس كده حتلاقي نفسك عشرة العشرة في الامتحان وبإذن الله ربنا هيعود تعالى تعالى ندخل على الترجمة الثانية اللي هي بيقول استضافة مصر للبطولات الرياضية الكبرى تمام؟ استضافة مصر يبقى حنقول ايجيبتس وكلمة يستضيف اسمها هاست بس طبعا عشان استضافة فنخليها ايجيبتس هاستنج ايجيبتس هاستنج فور البطولات الرياضية الكبرى تقول great تقول big تمام؟ تنفع big وتنفع great رياضية اللي هي sporting تمام؟ وممكن نخليها sports عشان كلمة sports صفة على فكرة معناها معناها رياضي ممكن نقول sporting وممكن نقول sports بطولات اللي هي برضو معناين ممكن نقول champion ships بطولات وفي كلمة اسهل منها خالص اسهل من championship اللي هي كلمة competition اللي هي المنافسات تمام؟ يبقى دي كل على بعض اصدافة مصر للبطولات الرياضية الكبرى طبعا هي كبيرة جدا عشان الكاتب بدائل لكل واحدة فيهم ها؟ نجوش لترجمة دي كبيرة كده خالصة مثلا اللي هي such as ها ممكن نقول like يعني such as كأس الأمم الأفريقية نجيب كلمة الأفريقية الأول اللي هي نقول african سنحط قبلها زا عشان دولة مشهورة زا african وبعدين أمم african nations كدين كلمة كأس اللي هي كب فتطلع على بعضها زا african nations كب كأس الأمم الأفريقية كلمة تؤكد ايه كلمة معروفة جدا احنا عارفونا اسميها تؤكد اسميها confirm بس طبعا الاستضافة دي اللي هي كلمة hosting عشان مفرد نقول confirm خلي بالك من حيثت دي في سؤال الترجم هنا عم في بعض المصحيين مش بيقفوا على الكلام ده بس انت برضو خلي بالك confirm تؤكد في عندينا برضو عبارة تاني غير confirm في فعل اسمه assures هنا تؤكد على برضو المهم confirm عظمة يبقى العظمة اللي هي greatness تمام بس بيقول عظمتها نروح نقول its greatness عظمتها and ومكانتها اللي هي الغير عاقب اللي هي مصر يبقى نقول its its بين الدول اوعى تقول بين معناها between عنو دي دول مش دولتين مش حاجتين بين حاجتين بين لكن ما تكون بين اكثر وحاجة نقول among nations كده خلصنا الامتحان الاول انصحك انك تاخد break بمدة عشر دجاي وبعدين تدخل على الامتحان الثاني وبعد ما تخلص الامتحان الثاني برضو تاخد break زيه ان شاء الله تابع عدد تخلي النور المهد من غير غير انا ناخدها من غير أس ولا حي ولا أبسترو لأن هذا الصفة السابه finance فالصفة لا تجمع انا عندي كلمة أنتل ووراها ماضي تام يبقى إزان قدامها ماضي بسيط منفي وبعدية The astronauts are on an important space mission Space mission بتاخد Go أما اللي بتاخد Do اللي هي Space Walk Space Walk معناها المشي في الفضاء يقول Do a Space Walk لكن لما تكون Space Mission مهم يبقى نقول Go 4. I won't attend the party لأن أحضر الحفل إلا إذا شعرت بتحسن أو أني صحتي بيكت كويسة 5. The doctor advised him to limit أن يحدى ويقلل من the amount of time كمية الوقت الذي يقضي أمام التلفزيون I take the bus to the work خلي بالك مكتوب بعد because my car مكتوب هنا was الكلام في الماضي والوحيدة اللي بتدل على أنه الكلام ده كان في الماضي هي had to السؤال السابع ده سهل جدا بيقول My grandfather died last year aged عن عمري ونهز أما دي بنقول Add the age of عشان تبقى صح يعني Add the age of I wish ولازم تجيب وراء حاجة الدل على ماضي تمام؟ وهو كاتب هنا yesterday وطالما عندي كلمة بتدل على الماضي يبقى باخد ماضي time had revised 9 Have you any arrangements for your wedding party yet كلمة Arrangements بتاخد الفعل made وفينا سألت مثلا ما قلتش Arrange يرتب يعني أو يجهز ترتيبات على فكرة Have عايزة وراء تصريف ثالث أقول Have you arranged 10 علي Offered بعد Offered بياجي to المصد 11 When my best friend died صديق مفضلة ماتت In an accident في حادث last year It got broke We will add the mechanics نحن هنصلح العربية في اتنين هنا ينفع We will repair our car سوف نصلح عربيتنا We will get our car repaired طبعا دول مش هنفعوا علشان اي بجانش ترتيبهم مش مصبوط نقول Have our car repaired أو Get our car repaired طبعا ده عشان الترتيب بتاعها غلق بتنفع repair our car و Get our car repaired لو قلنا الاولى We will repair our car احنا هنصلح عربيتنا يبدو معناها بأنفسنا احنا اللي هنعملها وحدنا طب لما انت اللي هتصلح بنفسك ايه اللي خلاك توديها للميكانيكس عند الميكانيكس ورشة الميكانيكي يبدو هو الميكانيك اللي هيصلحانه يبدو نجعلها توصلح Get our car repaired This massive radiator gives off معناها يطلب too much heat أو ينباعث منه الكثير من الحراب He asked me where وازجان عندي أداة استفاق منه اجيب بعدها I وبعدين الفعل المساعد اللي هو الفاعل وبعدين الفعل المساعد طبعا في الماضي نمبر 15 His sports career حياته المهنية took off انطلقت بعد المفاز بالمسابقة My brother in the central bank for many years معظم الناس شافت كلمة for فرحة قالت has worked وفي منهم قال has been working وهي طبعا لدي ولدي يعني هما مكملوش جراية لو كملوا مكتوب ما عادة يعمل هناك خلاص كان شغال هناك وخلاص حاجة بدأت ماضي وانتهت ولما انتهت يبدو ناخد ماضي بسيط Britchers in the desert درجات الحرارة في السحراء كان ريتش خدناه في المراجع على فكرة في الست حلقات المراجع اللي قبل دول على طول كان ريتش 50 degrees Celsius The policeman رجل الشرط يعني ارشدة او دلة The drivers السائقين Not to drive My brother is a football وفوتبول هنا صفة للاسم اللي هو جاي بعدية يعني شخص متحمس الشخص المتحمس اسمه السؤال ده موجود في البراتستست 20 These broken toys هذي الألعاب المكسورة must be taken لابد أن تأخذ عشان تبقى من المجهول The boy يعني مصر that he is not to blame انه من لمهوش for breaking the window My plane طائرتي أسهل سؤال في صيغة المستقلة السؤال اللي بيتكلم على time tables ده هو الموعيد ده بياخذ مدارع بسيط لأنه وصول الطائرات ومغادرتها بيمشى على حسب جدول سابق My teacher trusts me بيسق فيا وبعدين في الاخر بيقول in وبعدين of يبقى in charge of يعني مسؤول عنه but responsible طبعا بها جورها 24 It was a boring film وعندي كلمة that طالما عندي that طب إيه اللي مكتوب قبل that مكتوبة film اسم فعناخد مين؟ ناخد such 25 This medicine is safe الدوة ده أامن It has no side effects ليس لو أصار جانبي 26 She is satisfied with her lifestyle يعني هي راضي عن أسلوب حياتها and always says وهي دائما بتقول she enjoys moment of it عندي كلمة moment هنا وممت ده اس مفرد ممكن تاخد every ممكن تاخد either بس لما تكون مش راضية بناخد either لما تكون من فيها بنقول every طيب في حد الطلاب قال لي يا مستر ازاي every مش بتاي مع of وانت بتقول every عشان في of هنا حبيبي every مش بتاي مع of لما يكون of وراه عظم فش حاسميها every of بس لكن of دي جاي عشان كلمة moment مش جاي عشان كلمة every 27 chapters of the book فصول الكتاب ده are graded يعني متدرجة 28 while mother was making lunch بينما كانت امي تصنع الغداء وده هنا ماضي مستمر 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 او ماضي بسيط طب هل ده حدث قطع الاخر سناخد ماضي بسيط ولا حدثين كان بيحدثوا مع بعض بيقول لما امي كان بتحضر الغداء انا كنت بعتني باختي الصغيرة يبقى i was looking حدثين كانوا بيحدثوا في نفس التوقيت 29 the shirt you want the shirt اللي انت عايزه is available متاح in colors colors ده الاسم وعاوزين صفة قدام الاسم ده هي كلمة various معناها متعدد او عديد اما بالنسبة للصار رقم 30 اخر واحد last week الاسبوع اللي فات we had a meeting عقدنا اجتماع اللي فيه اللي فيه اجتماع ده عايزة تقول any which بس دورت على any which مفيش هتروح تقول ايه هتقول at at which تمام السؤال اللي اول في القطعة بيقول بعد ما جرتوها طبعا اكتشفتني اتكلم عن nervousness اللي هي اتكلم عن العصبية واعراض العصبية وايه اسبابها وكده as a result of nervousness كنتيجة للعصبية people's muscles عضلات الاشخاص مكتوبة كده نصا المسلز بتعمل ايه بتعمل tense up tense up tense up معناها يعني تنقبض او تصبح متوترة number two how does nervousness ازاي التوتب affect the nervous person يؤثر على الشخص العصبي he can't relax عمري ما يقول الشخص العصبي مش بيقدر يمشي مش بيقدر يأكل لا كله الا الا الاكل ده لو حصل ايه بناكل يعني ده يوم النتيجة حناكل he can't swim لا صدقان يسبح طبعا كلام مش منطقي number three هوت كان specialist الشخص المتخصص do يعمل ايه for a nervous person مع الشخص العصبي او المتوتر الجملة المكتوبة فيها specialist مكتوب specialist who can give up tips ومعظم الناس اول ما شافت كلمة tips رحت مختارة ايه مختارة رقم c تمام لا طبعا بس كمل اجراءة give you tips نصائح to teach you عشان علمك how to handle handle معناها تسيطر على تسيطر على stressful situations المواقف المواقف التوتر ومواقف العصبية يبقى الاجابة الصحيحة help him to control عشان كلمة handle معناها control اما هنا بتاع tips give him tips يعطيه نصائح for a fit body انا جايب واحد specialist عشان يعالجك من العصبية والكلام ده مش جايبك جايب لك واحد تربية رياضية تمام طيب نمبر ونسى when he is nervous لما الشخص ده يكون متوتر او عصبي he feels pain يشعر بألم in his الالم ده يشعر به في the chest طبعا السويدي يعني يتعرق sleep ينام وسترس ده يشعر به التوتر طيب نمبر 5 what does underlined word it كلمة it اللي موجودة في القطعة تشير الى ايه كلمة it تشير الى nervousness اللي هي العصبية شان هو بيتكلم عن اسبابها وبيتكلم عن انت بتشعر بايه لما تبدأ عصبية تقول it starts العصبية دي يعني بتبدأ it starts تبدأ was a short period of stress فترة قريلة من التوتر وبعد ذلك الموضوع يتحول الى can not get rid of the nervous feeling انك مش بتقدر تتخلص من الشعور العصبية دي يفقى nervousness نعمل بالنسبة للسؤال الاخير بيقولك the word constant كلمة constant معناها دائم او يحدث بدوام او يحدث بانتظام اللي هي happening regularly يحدث بانتظام عرفتها ازاي بجاب بص هي طبعا موجودة هنا في القطعة في السطر ده بيقول we all are nervous sometimes احنا كلنا احيانا نركز في كلمة احيانا احيانا بنشعر بان احنا عصبيين او بايه بنتعصب احيانا رحضت كلمة but كلمة but بتفيد التناقض يعني الكلام اللي هنا عكس الكلام اللي جدا ما انت بتقول هنا احيانا يبقى اكيد اللي وراه يبقى ايه دائما طبعا ماذا لو كان لديك شعور دائم ينفع نقول شعور مثلا مؤقت اللي فتراتنا الوقت لو انت كليك تبقى بط اصلا لما يكون فتراتنا الوقت ما هو قال sometimes هنا يبقى اكونستانت معناها يحدث بانتظام وهتبقى طبعا الاجابة happening regularly يحدث بانتظام طيب السؤال السابق يقول how does a constant feeling of nervousness ازاي الشعور الدائم بالعصبية affect us ازاي يأثر علينا الشعور الدائم بالعصبية طبعا هتلاقيها موجودة هنا على طول اهين بيقولك هنا ال constant feeling of nervousness بيحصل ايه you can't relax لا تستطيع ان تسترخ your heart beats much faster والقلب ينبط بسرعة than it usually does اكثر من معتاد لو وقفت هنا كويس لو كملت وقلت this has consequences لو نتائج on your work على العمل on your relationship على علاقاته and even on your sleeping habits وعلى عادات النوم لحد هنا دا كوله كويس طيب بالنسبة للسؤال الثامن بيقول mention اذكر two of the symptoms كلمة symptoms معناها اعراض اذكر سنين من اعراض nervousness اعراض العصبية الحياة اللي بتكون متعصب بيحصل ايه اهيه هنا مكتوب على اقول في الفقرة التانية you are nervous when you start sweating عندما تبدأ تتعرق without physical exertion بدون اي جهد بدني دا دي رقم واحد الثاني your pupils اللي هي مقلة العين يعني او عينة نفسيها ويدن تبدأ تتسع هادي رقم اثنين زودل طب واحدة ثالثة and your heart والقلب starts beating faster يبدأ في انه ينبض ايه ينبض بسرعة number number nine what to negative effects ما هي الاثار السلبية does nervousness اللي بيسببها التوترة والعصبية on sleep على النوم يعني بسبب كل الحياة وقال لك على النوم تحديدا بيسبب ايه هذا هي مكتوبة الجزئية بتاعت sleeping تمام this can cause you to have problems with being focused انك تكون مركز or even cause trouble sleeping مشاكل في النوم اه ايه هي مشاكل النوم بقى اصلا انت قلته الحد الوقتي دا ما اسمكش جوابت على فكرة تبقاش فكر نفسك ان انت جوابت لا هي الاجابة you have a harder time falling asleep يعني تشعر بصعوبة في النوم يعني ارق عندك always هاي التانية or always staying asleep او انك حتى لو جاك النوم مش تقدر تنام نوما هادئا او نوما عميقا دول الاعراض اللي بيسببها على النوم اخر سؤال بيقول how can someone decrease ازاي الشخص يقلل their nervousness ازاي الشخص يقلل التوتر اللي عنده والعصبية طبعا مكتوب هنا في اخرها consult استشير a specialist شخص متخصص who can give you tips يوضيك نصايح to teach you how to handle stressful situations in the future يبقى السطر دا كله هنا دا زائد كلمة future السؤال الاول في the prisoner of zinder بقول why didn't michael allow anyone didn't michael allow anyone into the castle انه يدخل القلعة وانه he was keeping the king a prisoner can surgeon الملك number two Flavia proved اثبتت to be patriotic كلمة patriotic معناها محب للوطن او شخص وطني ومنها الاسم اللي هو الوطنية patriotism نشيل السيدة ونحط حرفين مكانه اس ام اثبتت ان هي وطنية when she agreed to become queen وافقت ان هي تبقى ملكة لما رسند العرض عليها قال لا ابقى ملكة مش عشان قادري لا عشان قادري لأ عشان قادري انه تانى فهي وافقى جوهان انزى في تانى ايه حصل لجوهان في المعركة اللي كانت في المانسيوم ما بين المانسيوم وما بين الكسل was not seriously hurt لم يصاب بأذى شديد الكلام دا موجود فين الكلام دا موجود بعد اللحظة اللي رسند الجالي انا قتلت فيها ديتشارد بيقول خرجت برا السجن ووجدت روبرت انزى وواقف على الكبري ورافع صيفه وبيقول تعال اطلع اليوم ايك بيقول واجهت الجيت يعني في مواجهته من ناحية تانى على الكبري مجموعة من الخدم وايه المهم هنا الجيت وصليهم جوهان who was not seriously hurt لم يصاب لم يصاب بأذى مجموعة من الخدمة فريتز وصف الموقف في ريتانيا as a statement وصفوا بأنه مأذق هي كلمة مأذق يعني افترض سألني عليها في الامتحان وراح اقول لي ليه فريتز وصف الوضع في ريتانيا بأنه مأذق من ناحيتين من ناحية الاولى they اللي هما طبعا سابتوا راسندل وفريتز they can't say لا يستطيعوا ان يقولوا that the dog had kidnapped the king مايكدرش يقولون that the dog خطف الملك because people will know الناس هيعرفوا ساعتها that the recindle is not the real king الناس هيعرفوا ان راسندل مش هو الملك الحقيقي من ناحية التانية لناحية الدوق Michael can't say that the recindle isn't the real king مايكدرش يقولون انه هذا اللي جدامكم يا جماعة ده مش الملك الحقيقي because people will ask him where is the real king هايقولون فين الملك الحقيقي وهو مش هيقدر يقول لهم خلاص انه هو اي طبعا انه هو kidnapped the king فالوضع اصبح استلمي اما هي العبارة الاولى والاختيار الاولى اللي هو the strangest ever لو شرنا فريتزو حطينا راسندل تبقى الاولى صح راسندل وصف الوضع في الريتانيا بانه the strangest ever لانه في فقرة كده احنا نروح لجرناها تقريبا صدرين او ثلاثة بيقول من اغرب الحاجات in history في التاريخ اللي اشوفها انه اتنين اخوات يتقاتلوا على الحكم ودولة منصليهم يعني ناس يستعينوا بشخص اجنبي اللي هو على نفسه يعني عارسندل لان عشان يمثل دور الملك تمام فلو شلنا كلمة فريتز هنا لانه مكان عارسندل تبقى اللي جابة الاولى صح اللهم موجودة كلمة فريتز تبقى still mate معناها مأزا اسئلة القصة السؤال الاول بيقول if you were a sindle لو انت مكان راسندل وديري بلايس ذاكينك يعتبر ده اكتر سؤال عد علينا في حلقات المراجعة السابقة لو كنت مكان راسندل هل تحل محل الملك of course طبعا yes ليه او يلدو ذات انا سوف افعل ذلك ان انا احل محل الملك او استبدل مكان يعني يلدو ذات for the good of روريتانيا من اجل صالح ثانيا and the duck was an evil man كان رجل شري بالنسبة للسؤال الثاني يقول لك could you kill max هل لو كنت مكان راسندل في الموت هل تقتل ماكس لما كان ماكس في المركب ماكس هولف هل تقتله طبعا لازم اعمل كده ليه بقاه لانه راسندل قال العبارة دي قال it was war انها انها الحرب او اقول to protect to protect myself علشان احمي نفسي from from him احمي نفسي منه لانه لو فضلت موجود في الموت كده وطلع له على طول كده ماكس هولف صحي يبقى اتعرض للخطر ممكن يقتل راسندل فانا لو ما كانه هعمل نفسي اللي هو عمل بالنسبة للسؤال الثالث بيقولك how do you think راسندل did dwell as a king يعني ما رأيك راسندل هل ادى دوره كملك او كده يعني he was أو ممكن نقول he did وادى a good job ادى عملا جيدا he managed هو تمكن to run ان هو يدير بمانج to run the country هو تمكن من ادارة الدولة will جيدا المحادثة اللي قدامنا دبين two teachers are talking about the new education system عن نظام التعليم الجديد او الحديث المستر تامر يقول سامير what do you think of the new education system ما رأيك في النظام التعليم الجديد applied in Egypt currently المطبق في مصر حديثة لما نجل المحادثة كله انا اكتشف انه عاجب النظام ده طبعا لما يقوله what do you think اكيد اول حقيقة يقوله i think اعتقد it's a useful it's a good system تمام why do you think so لماذا تعتقد ذلك الدالو مبرر راح اللي بعديه قال له i agree with you انا متفق معاك علشان انت زي ما انت قلت صح مزبوط depending on technology الاعتماد على التكنولوجيا اصبح ضرورة has become a city بقى نقوله علشان بيعتمد على التكنولوجيا نقول because it depends on technology لانه بيعتمد على التكنولوجيا بعدين بيسأل what benefits ما الفوائد will students get اللي هيحصل عليها الطلاب ممكن اقول اكتر من حاجة لكن تعال اشوف وسائله how will this fairness ازاي العدل ده والانصاف be guaranteed يضمن in exams في الامتحان يبقى اكيد هو بيقوله انه النظام ده هيضمن fairness العدالة والمساواة يبقى نقول it will ممكن نقول it may يعني عادي انا مش متكد جواب منه اقول it will guarantee will guarantee يعني عشان نجيب المصدر بتاعها will guarantee fairness يضمن 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 الممكن حدي الحجومة بطريقة تانية يقول it will be fair سوف يكون نظاما عادلا طيب بعدين يقوله how will this fairness بقى نظاما عادلا ونصف المساواة be guaranteed in exams تبقى مضمونة في الامتحانات يرد عليها بطريقة كده اكيد طبعا يجب المبرر المبرر ده انا مش هجبه من دماغي يجبه من الكلام اللي تحت وبعدين بيقوله طيب بنانعلي متى بتقوله ده willsha tablet system هل النظام التعليمي يبقى قادر على انه يصحى essay questions سؤال المقال يبقى احنا نقوله زاد tablet system نظام التابلت وهي الكلمة اللي قدامه هي كلمة will وكمل باقي الكلام will be able to correct بس مش essay questions questions بس هيبقى قادر او قادر على انه يصحح الاسئلة بعدين بيقوله هل نظام التابلت ده لما هيقدر يصحح الاسئلة هايقدر يصحح تحديدا اسئلة المقال قال له no خلاص this will this corrected هذه سوف تصحح by more than اكثر من one teacher اكثر من one teacher اكثر من من معل قال له oh i understand no افهم then they can compare يقارن the marks الدرجات given by each teacher التي تعظى بواسطة كل معلومة قال له بالضب how will the teacher and the students زي طالب والمعلم get the needed information حصل عن المعلومات المطلوبة ونقول له عن طريق الانترنت بعدين سأل what is ekb يبقى buy أو ممكن نقول له using باستخدام the ekb اللي هو Egyptian knowledge bank اللي هو بنك بنك المعرفة المصري كده خلصت المحادثة الترجمة الأولى بتقول throw out history يعني على مدار التاريخ many Egyptians الكثير المصريين have rendered قدموا great services خدمات عظيمة humanity للبشرية يبقى على مر التاريخ أو على مدار التاريخ many Egyptians have rendered لقد قدم الكثير من المصريين اقدموا great services خدمات عظيمة أو خدمات عظيمة يعني to humanity للبشرية in different fields في مجالات مجالات المصريين مختلف طيب الترجمة الثانية بتقول everyone should be given the right يبقى يجب أن يعطى كل شخص the right الحق to proper education في تعليم جيد يبقى نقول كل شخص يجب أن يعطى ويجب أن يحصل على يعطى the right الحق في proper education يعني تعليم مناسب أو ملائم regardless of regardless of معناها بغض بغض النظر عن كلمة regardless of معناها بغض النظر عن their gender بغض النظر عن جنسهم أو لونهم color أو ديانتهم الترجمة البعضية بيقول نشب حريق هائل في محطة قطار القاهرة ممكن نقول في محطة قطار القاهرة حريق هائل نشب يبقى أو نقول حريق هائل عضو نقول a great أو massive بتنفع برضو great fire broke out broke out معناها يشتعل أو اشتعل a great fire broke out في محطة قطار القاهرة in chairo train station chairo train station chairo train station هو نتج عنه أو ممكن نقول الدائلة تمام ممكن نقول resulted نتج عنه وممكن أقول which led to الذي الدائلة تنفع برضو resulted resulted الدائلة وفاة عشرات الضحايا نقول the death of عشرات يبقى tens of ضحايا اسمها victims عشرات الضحايا بسبب كلمة بسبب عشان حنجيب وراها إهمال اللي هو اسم ونقولش because بس نقول because of because of because of بسبب إهمال جسيل يعني إهمال كبير إهمال فظيل because of big وممكن نخليها great إهمال عندي كلمة اسميها neglect عشان عندي فعل اللي هو neglect معناه يهمل وممكن نقول neglect ممكن نقول negligence negligence نجيب g i e n c في الآخر تمام؟ طيب استوجب اللي هو يستوجب يعني requires أو نقول عشان في الماضي يبقى required وممكن تحط فعل تحط قصد الضمير اللي هو which اللي هو الإهمال ده اللي هو which required لازي استوجبه تغيير required a change ضلب تغيير في منظومة النقل in the transport أو ممكن نقوله transportation ممكن نقوله transport على كده ممكن نقوله ومنظومة يعني system أو نظام الترجمة الثانية بتقول يعد تشيد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبقى حيزين نقول تشيد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد عشان لازم نبدأ بالإيه؟ بالفعل اللي هو تشيد نقول زا construction زا construction معناها تشيد ممكن نقول founding founding اللي هي فعل found اللي هو معناه يشيد ويأسس ثم نقول establishing معناها تشيد برده The construction of مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نجيب من كلمة الجديدة of the new وإدارية administrative وعاصمة وعاصمة capital ومشروع project تمام يعد ممكن تقول is يعد أو يكون وممكن تخليها is considered يعني يعتبر اثنين يمكن is considered أو is خطوة هامة يبقى نقول an important important step خطوة هامة نحو اسمها towards أو تجاه towards تخفيف الضغط كلمة تخفيف اللي هي الفعل relieving ممكن نخليها حاجة تاني easing عشان كلمة ease أو الفعل ease معناها يخفف easing the pressure اللي هو الضغط طبعا عندي سهلة the pressure on cairo على القاهرة and عايزين نقول حل لمشكلات التكدس and the and solving مشكلات التكدس يبقى نقول the problems problems of التكدس اللي هي اسميها over crowding أو crowdness طبعا تنفع over crowding وتعطل المرور and the المرور 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 وتعطل اسميها disruption اللي هو تعطل المرور كلها على بعضيها the traffic disruption general exam 3 number 1 the attitude they show towards the idea attitude معناها موقف نحن اخذنا في القصة حاجة اسميها the political attitude يعني الموقف السياسي in zinda أو the political attitude in rytania تمام لما هو طبعا صاحبة المطعم أو صاحبة الفندق أو النزل كانت بيقول لانا بقى فضل الدوق ومش بقى فضل الملك وانا عايزة الدوق هو اللي يبقى الملك بتاع الريتاني لو انتوا فكرينوا طبعا دي كانت في القصة يعتبر فصل التاني كلمة attitude دي غير عاقل عايزين نقول كانة محييرا نقول puzzling تطلع ING لكن تبقى اخرها ED لما تبقى مع حد عاقل أما attitude الموقف ده غير عاقل فتبقى puzzling number two Mona two luxor all tomorrow morning بص بقى هنا في حاجتين مع بعض بقى في عندي morning وفي عندي tomorrow tomorrow اللي هي بتدل على المستقبل بس هل tomorrow مطلقة كده عامة ولا محددة محددة لو كانت عندي حاجة بتدل على المستقبل زائت توقيت زمني محدد بستخدم مستقبل مستمر اللي هو اللي بيت رقم number three please put your cigarette or you will pay a fine بتقاوت معناها يطفق بتقاوت معناها أطفق استجارة بعدين بيقول he enough money لو كان يملك أيوة انت قلت ايه يملك يملك معناها have وكانت في الحالة التانية عشان عندي وضو المصدر كانت had فانا قمت سحبت had دي هنا وروحت خليتها في البداية بدل ما كانت he had enough money بيجيت had he enough وفي الحالة التانية عندها بنعمل number five بيقول next Saturday سوف يكون خسوف أو كسوف كامل أو كله number six I wish و I wish لازم يجعرها ماضي والماضي الوحيد الموجود هنا اللي هي رقم number seven yesterday بالأمس the winds increase زدادت to gale إلى الحد العاصفة gale force قوة العاصفة and ascend معاصفة رملية reduced visibility قللت الرؤية إلى 400 متر number eight بيقول metals rust وخلي بالك هنا عندي F وده انت بتكلم عن المعادن وده انت بتكلم في حالة سفرية وهو واضح إن الثلاتجمعclamation والفيرب اللي جاى وراها بدون إضافات يعني مدارع بسيط ولما يكون في حالة سفرية بينقول مدارع بسيط ومدارع بسيط تمام مش بين فعماضي بسيط مدارع بسيط اهو المدارع البسيط وقد يكون اكثر مبني للمجهول وقد يكون مبني للمعلوم تمام لو كان مبني للمجهول او لو كان مبني للمعلوم إزاي المعدن هو اللي هيرفع نفسه في الهواء ومال إيه يعني تكسد أكسد أنه هو سوف يرفع في الهواء يبقى أنت عاوزها نبنية للمجهول دعا عاوز تقول مدن المجهول يبقى أنت بتجيب التصريف الثالث وجدامه آم وإز وآر عشان تقول هنا دلوقت أنت جايل لسه مضارع بسيط فأنت المفروض أنك تقول آر ليفت مين اللي آر ليفت يرفع اللي هو الحديد أيه تمام فتقول إف زي الميتلز اللي هي المعدن دي إف زي آر ليفت طب زي مش موجود برضو أنزل بآر ليفت لأ طبعا أنا هشيل زي وأشيل معها آر وأفضل التصريف الثالث واحده اللي هي الكلمة دي اللي هي كلمة ليفت تمام؟ يبقى فضل هنا عندك التصريف الثالث لأن أصل الجملة هنا وأصل الإجابة هنا تبقى إف زي آر وبعدين التصريف الثالث اللي هو ليفت إف زي آر ليفت هل عندك في الاختيارات هنا زي Rلفت لا مفيش زي Rلفت في Rلفت على كده في زي هي بس من غير المبني المجهول هي اللي بترفع نفسيها خلاص تمام فبيقول ايه بيقول زي Rلفت المفروض هي دي الإجابة الصح لكن انا معنديش زي فما خدش Rلفت على كده عشان معنديش زي لا نقصت يبقى لما هشيل زي هشيل معها R وفضل التصريف انت هتوحد وقل لي هي كلمة نمبر 9 قطع غابات الاستيوية نمبر 10 علي هفت رفلت أبرود وورا بيقول I have no idea ما عنديش اي فكرة عن الموضوع يبقى ميت نمبر 11 during the storm أصناع العاصفة we could hear hear هنا معناها يسمع لو قال سي يرا كنت هقول lightning البر لكن هو قال hear يبقى thunder اللي هو الرعد نمبر 12 يقول do you وطبعا do you ده فع المساعد الوحيدة اللي بتستخدم فع المساعد هنا هي have to إياك تقول do you must لو عايز تقول do you need حط لها two لكن must دي أنا أبدأ الكلام بمست أقول must عالي كذا أجيب ورها مصدر لكن ما يخلي لهاش فعل مساعد مصد لأنه must أصلا هو وحده model verb فعل مساعد نمبر 13 good teacher المعلم J should be نشره لابد أن يكون طبيعيا and simple معظم الناس بتقولي social social اللي بعناها حاجة اجتماعية لكن لما أجيب أقول شخص اجتماعي اسمه sociable يريد بقى نراجع كويس على الكلمات لأنه في المذكرة بتاعت الكلمات والقواعد كاتب المعلمات بتاعت social social number 14 my sister أختي يكون عنديها 21 سنة أو 20 سنة أو زي ما يكون يعني 21 المهم إنه الحتة بتاعت النحاجة هيبقى عنديها كذا سنة دي بنسميها future fact حقيقة ومستقبلية دي هتلاقيني أول سطر كاتبه في الحديث عن future form لما السياغ المستقبل يبقى هناخد will لما تكلم عن future fact حقيقة مستقبلية بأخذ will والمصدر البعادية هو responsible responsible for i regret وregrit ممكن ياجه وراعين يجي أو تو المصدر لو معناها نادم حنقول ان يجي لو يؤسفني أقول تو المصدر وهنا بقول أنا يؤسفني أن أخبركم ذات your proposal ان الطلب بتاعك hasn't been accepted لم يقبل يعني رفض number 17 لو رفض يعني هبقى أنا نادم أنا نادمان على أنه ترفض أنا مالي وانه السبب في أنه ترفض عشان أبقى أنا نادمان يعني عليه هيبقى هنا ايه؟ أقول يؤسفني number 17 leave your reach مهما كان المستوى الذي يتصل إليه اسمها whatever number 18 he suggested وثقستد وثقستد بها جوارة ing لكن لو حطيت الهزب بتجيب بعدها فاعل وبعدها بتجيب المصدر اهي we draw ودي جوزئيل اللي اتكلمنا عليه في المراجعة أكتر من مرة واخدناها في الـ advanced فاصلة المتفوقين قلنا هل draw ده هنا جاي مصدر عشان اللي قدامه ويجمع؟ قلنا لا والله حتى لو كان اللي قدامه مفرد برضو كان هيبقى مصدر لأنه بعد سجست وانزست وصد واسكد تمام؟ وعندي أفعال زي ما أو عبارات أقول it is necessary it is important تمام؟ it is crucial يعني من المهم كل الحاجات دي والعبارات دي بيجي بعدها ذات وبعدين فاعل وبعدين مصدر حتى لو كان ما فاعل مفرد بيبقى برضو مصدر number 19 أم كلثوم هنزين نقول يعتقد بأنها مازالت سيبخ خالص من كلمة مازال اعتبرها ما قاعدهش أصلا still تمام؟ يقول is thought هذه is وراها مجنر المجول اللي هو التصريف الثالث اللي هو thought أنا عندي هنا صح is thought بس ما ينفعش أقول still وبعدين is تمام؟ number 20 my friend me to have an extra piece أول ما الناس شافت piece of cake قطعة أخرى من الكيك فتكرت أنها بيتكلم على القصة فراحت بسرعة قالت لك ورن حذر ومنو أكل الكيك كل الناس زي راسندل خلاص؟ الموضوع ليس موضوع تبع القصة هنا خلاص؟ فمعظم الناس قالت كيك والدوق والكلام ده وما كانش أكل كيك فمعظم الناس تسرعوا بقى فقالوا my friend warneed me حذرتني وبعدين كلمة extra برضو عملت لهم ايه يعني؟ عملت لهم تشجيع انهم ياخدوا warneed ان اختك عاملة مثلا او اختك عاملة وراك شرية مثلا كيك خلاص؟ حتقول لك اياك تاخد كيكة تانى من اللي انا عملتها؟ مش ممكن طبعا تمام؟ هي بتطلب منك يبقى asked number 21 you can a copy from مدام عندي from يبقى من يبقى download from هي عقوب بتنزيل من 22 mom asked me ومدام asked يبقى اما if يبقى اما whether وادي if طبعا عندي ويزر لهم انا طقس 23 disabled people المعاقين should have the same rights لابد ان احصلوا على نفس الحقوق 24 will the boy ex-blind الولد فسر او شرح he was reading وانا عندي ex-blind تمام؟ وخلي بالك هنا ذن كانت اصلا now يعني مدارع مستمر بقت ماضي مستمر عشان الزمن يتحول في الكلام غير مباشر الى ماضي من نفس النا الماضي المستمر اللي كان is reading اصبح هنا was reading 25 mini health associations الكثير من المؤسسات الصحية are campaigning يعني بيع من حملات دعائية ورا complete band لحظر تام on tobacco advertising لدعاية التبخ number 26 i always my closes cleaned هنا close صغير عاقل ورا تصريف ثالث ناخد have يجي حد يقول لي طب ما انت كنت بتقول make و بتقول الاو اما كنت بقول دول بدائل بدائل have and get يعني اذا have and get مش قاعدة ممكن استخدم make or خلاص لكن ديما دقاء لما موجودة have او دقاء لما موجودة كلمة get خلاص no way مستحيل ان ااخد حاجة من دول number 27 we modernized our kitchen حدثنا المطبخ بتاعنا to make it suitable لشان نجعلهم مناسب to our needs لحتياجاتنا number 28 my sisters my sisters دا اسم جمع ورا فعل مفرد each بتاخد صح فعل مفرد بس الاسم اللي وراها مش بيكون جمع امتى تبقى تاخد لما تبقى each of both فعلا بتاخد اسم جمع مزبوط بس الفعل اللي وراها بيكون جمع مش بيكون مفرد every مش بتنفع تاخد وراها اسم جمع تاخد وراها اسم مفرد تمام طيب حطنا على off اصلا every مش بتاخد off يومين يفضل معايا neither neither off number 29 the human rights activist معنا ان ان شاء الله حقوق الانسان complaint اشتكوا about that bad treatment المعاملة السيئة off the result اخر سؤال try this snorkeling هل سبق لك ان جربت الغوص في الماء باستخدام مبوب تنفس هل سبق لك اسمي have you have you ever في الامتحانين اللي فاتوا او الامتحانين اللي عدوا انا حليت سؤال القطعة على طول من غير ما اجرى القطعة واعتمدت على انكم انتو اللي جرتوها وممكن فيها بعض الاسئلة اللي تتحل من غير ما احنا نجرى القطعة اساسا بديهية يعني بتبقى لكن طالما القطعة بتتكلم عن قصة يبقى لابد ان احنا نجرح وعمري ما اقدر اجاب على اي سؤال ولا اي نقطة من الاستنتاج على كده لازم نجرى القطعة كوية القطعة بتقول السماء او الشمس كانت عالية الشمس يعني مرتفع في السماء يعني الدنيا حر جدا واشعة الشمس تسطع مباشرة على قطعة جرداء او قاحلة من الارض في الغرب في وسط هذه البقعة الجرداء كان هناك شيء ما يشبه حجر او صخرة كبيرة it was a tiger انه كان نمر the tiger lay quiet still كان يمكس هادئا او ساكنا it was no longer able to attack the deer لم يعد باستطاعته انه يهاجم الغزار دير معناها الغزار او الغزلان كلها يعني لشان هي دي مقصود بايه جنس الغزار يعني that were so easy to kill when it was young الذي كان من السهل جدا ان يقتلها او يصدادها حينما كان هو صغيرا اللي هو النمر في ناس بيقولت لي انت تسرعت في انك قلت النؤيت دي مقصود بيها النمر اللي هو العجوز يمكن يكون مقصود بيها ان الغزالة لما كانت عجوزة يعني او كده ولما كانت صغير فاصبحت الغزالة بس اللي وضح للك كلام ده كله اخر سطر هنا اخر سطر بيقول او الغزارة النمر العجوز يبقى مين اللي لما كان صغير كان يقدر يصطاد الغزلان يبقى الغزلان في عبارة بيقول زي موفد اللي هم الغزلان يعني موفد تو كويكلي تتحرك بسرعة جدا من فور اتناو اسرع منو دلوقت دلوقت الغزلان بتجري اسرع منو يعني معنى انو مش بيقدر يصيدها ان اوردر زت ولزالك بكي يستطيع ان يعيش وجد نفسه اللي هو النمر يعني مجبن عن استاد اضعف حيوان في هؤلاء كلهم جميعا وهو مين اللي هو المان البشر بمعنى اخر بمعنى اخر اصبح اكل للبشر وانتظرها بجوار نبع الماء او بجوار البئر او بجوار جدول الماء حتى تأتي اي مرأة انفورتشنات يعني غير محظوظة كام نير تقترب انفور ات او المحدة تقرج وانزا من افزا فيلج لما رجال القرية ارائفت اتزا سين افزا كيلنج واول ما رجال القرية اذا يأتوا على مشهد او منظر القتل او منظر القتل يكون النمر ايه فاراوي بالطبع ادرك النمر ذات ومن ان النساء ويرمور فولينيرابل الكلمة دي فولينيرابل او الصفة دياتي انت استنتجة كده مع نفسك النساء تكون ايه من الرجال اضعف من الرجال او اقل تحصنا اقل تحصينا يعني من الرجال قصة النمر اللي هو بيصطادة الناس ده او بيأكل الناس انتشرت مثل النار في الهشيم او بيجيت مشهورة جدا انتشرت في كل مكان افترت هاد منيج بعدما تمكنه بعدما تمكنه من انهاء حياة two innocent women امرأتين بريئتين and assert والتالتة انهاء حياتها او لا لا اسمع هو بيقولها انت فوقت قلت unfortunate دلوقتي بتقول fortunate unfortunate يعني غير محظوظ دلوقتي fortunate يعني محظوظ والتالتة كانت محظوظة was able to resist استطاعت ان تقوم people began to talk about it الناس بدأوا يتحدثوا عنه some of them بعضهم من الناس دولة made efforts بذلوا مجهودات to find it لكي يجدوا هذا النمر but in vain ولكن بلا جدد the tiger اذهبت عادة النمر ده او الحركة اللي كانت يبقى بينها النمر اللي هي ايه of never going to the same place اللي اذهب لنفس المكان where it had once killed made it المكان اللي بيكتل فيه حد قبل كده made it very difficult جعله من الصعب to know ان الناس تعرف where it was هو فيه المكان اللي بيروحه مش بيروحه تاني tricks الخدع all kinds where it tried traps where cleverly laid مصبت بذكاء but the tiger escaped them all لكن النمر هرب منهم جميعا one morning the people of the village يعني اهل القرية والفليجرز القرويين were surprised كانوا ايه كانوا مندهشين اليه بقى مندهشين زي فاون the tiger وجدوا النمر lying dead ميتا نير ذلك بجوار البحيرة the villagers القرويين اكتشفوا that the old tiger ان النمر العجوز هذا فايد يعني تعرض لمعركة وخاد معركة هتنايت ليلا وزق بيك بفالو مع جموس ضخم السؤال له which of the following is true ايه من التالي صحيح the tiger killed three women قتل ثلاثة نساء هو قتل اثنين والثالث هربت the tiger killed one women قتل امرأة واحدة لا من قتلش واحد the tiger attacked three women هجم على ثلاثة ايه فعلا هجم على ثلاثة the tiger two women هجم على اثنين لا هو هجم على ثلاثة وقتل اثنين واحدة هربتنا السؤال الثالث العبارة اللي مكتوب زي move too quickly انطلقوا بسرعة for it now معناها انه هما بيجيوا ويسابقوا للنمر ومش بيقدر يسيدهم يبقى the tiger couldn't hunt the deer لا يستطيع عن يصلاد الغزال في السؤال الثالث هنا بيقول ايه بقى السؤال الثالث بيقول the villagers القرويين where كانوا ايه when they found the tiger dead لما وجدوا النمر ميت هو قال they were surprised وانت هيشين هذه بتصوية كلمة amazing the expression التعبير اللي هو spread like fire in the wild معناها spread everywhere يعني انتشرة في كل مكان اما بالنسبة للسؤال الخامس بيقول the tiger was able to تمكن من انه escape the trap يهرب من الله يهرب من الفخ number six where did the fight at night take place اين حدث المعركة حدثت فين قلناها في القطة احنا بنجرى قلنا نير نير زاليك بالقرب من البحيرة السؤال السابع what did the old tiger hunt ماذا كان يصطاد النمر العجوز نقول people people الناس لكن اللي عايز تحدد تقول especially خاصة women خاصة النساء طب واحد قال women على دولنا مش مشكلة خلافة فيشها how was the third women rescued ازاي المرأة الثالثة انقذت المرأة الثالثة دي انقذت ازاي نقول she was able اهي حتلاقيها موجودة هنا اهي بيقول اهي the fortunate women of never going to the same place عدم الذهاب لأي مكان قبل ذلك راح له قبل كده where it had once killed made it very difficult to know where it was جعلنا الصعب انهم يعرفوه هو بيقعد فيه مش بيروح نفس المكان مرتين اما اخر سؤال بيقول how كيف was the old tiger killed at last كيف قتل النمر فيه النهاية طبعا السادر هو مكتوب فيه Buffalo اللي هو اخر سادر the old tiger had a fight at night with a big buffalo اهي بجزئية الاخيرة او الصدر صدر الاخير كده خلصت القطعة و القطعة سهلة بس للأسف القصص بتحتاج ان احنا ايه بتحتاج ان احنا نقرح القصة السؤال الاول فيه بيقول when rassindl entered the prison لما rassindl دخل السجن ساعة ما راح يحرر الملك في اخر القصة مين اللي كان هناك كان فيه ديتشارد فعلا ومعاه بيرزولين ما الديقوتيت لأ ما هو ديقوتيت كان لسه قاتل ومدايكتين ساعة ما فتشوا وليقي ايه معاه المفاتيح في مراوس ديتشارد looked like ديتشارد كان يشبه good fighter مقاتل جيد but a bad character لكنه شخصية سيئة نبر السريزة دوغ was knowing to be كان معروف ان الدوغ و الكلام ده كان عن رسان المرأة التي في المطعم قالت انه his father's favorite son هو الابن المفضل لابيه بالنسبة للصور الرابع بيقول روبرت killed Michael روبرت لما طلع بفوق الاودة بتاعت انتونيت وهو بيتقاتل مع مايكل ومع رجاله او مع الخدم بتوع مايكل تمكن من انه يضرب مايكل ويقتله قتله ظنن ايه بقى؟ ظنن he would be rewarded ان هو سوف يكافر مين اللي هيكافؤه؟ كان فاكر ان راسندل هيكافه ضبع راسعا حسب الاتفاق اللي اتفقوا مع راسندل اللي هو كان في زندل طيب ثلاثلة بتاعت القصة وتكملة اسئلة القصة وبحب افكر كل مرة بانه الاسئلة دي تلت نقر بابد ان احنا نجاوب على اثنين منهم خلاص يكفي اثنين لكن انت طبعا مش تكتفي بالاثنين حب نجاوب على الايه؟ نجاوب على الثلاثة عشان احسن ايجابتين يدين عليهم الدرجة في الامتحان السؤال اولا في القصة بيقولك هل تعتقد انه التظاهر او تمثيل راسندل بانه كملك كان عملا ناجحا افكورس طبعا هو كان عملا ناجحا ليه اهم حاجة بتدل عن انه نجح لا احد كود تمكن من انه كود ريكوبنايز ريكوبنايزهم محدش قدر يتعرف يتعرف عليه فده بيدل على انه العمل الذي قام به عملا ناجحا اما بالنسبة للسؤال الثاني بيقولك ليه المرشال وزنو تسيربرايز ما كانش مندهش لما الكنك اسكد هم طلب منه تبريتك تفلافيا فروم زادو قال له انا بطلب منك انك تحمي فلافيا فروم زادو يمكننا نقول طبعا هينيو اللي هو المرشال يعني هينيو ذات مايكل انه مايكل ووز او از حيث او از مرش وزنى وازم رجل شرير وسيء هو وره اراد ان يستحوز على تاج خيار عايز يستعز على التاج بتاع الريتانيا من أخو أما بالنسبة للسؤال الثالث بيقول لك أنتوانيت هذا sense of bravery كان لها حس أو حدث من الشجاعة موافق على كده أقول له طبعا yes she pointed a gun أشارت بالبندقية أت روبرت وجهت البندقية بتاعتها يعني على روبرت على الكبري واجبرته 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 على على الهرب المحاجسة هنا بين اتنين أصدقاء who haven't met الذين لم يتقابلوا for a long time لفترة طويلة أو من زمان ما تقابلش أحمد بيقول للسامح I haven't seen you for long أنا ما شفتكش من زمان منذ مدة طويلة ما شفتكش كنت فين؟ روح أقول له أنا كنت في باريس انت بجيب الكلام ده من فين يا مستر؟ ما هو؟ طب هنا باريس يبقى where هتخليها طبعا في المضارع التام أقول where have you been أين كنت؟ لو ذهبت هنا فين؟ يرد عليه يقول له I have been to باريس أنا سفرت باريس طيب بيس أل سؤال ثاني راح أقول له on holiday لما نقول له on holiday معناها من أجل قضاء الأجازة لا نقول له إمتى روحت ما ينفعش نقول فيها متى هنا ولو إنه البعض ما كتب فيها متى أظن يعني إنه المفروض إنه صحح أو صحح السؤال المفروض يعني يمشيها شوية خلاص لأنه مش كل الطلبة بتعرف المعلومة دي فكرة إنه on holiday يعني معناها روحت في الأجازة لكن هنا on holiday من أجل قضاء لغرض الإجازة فنقول why have you been to باريس ليه روحت باريس وممكن نقول له why did you go there ليه روحت هنا قال له on holiday ينبس أل سؤال ثاني قال له who is my cousins مع ابناء عمي يبقى مع مين روحت who did did you go with وممكن نقول له who have you been with دي اتنين صح تكلم مع ابناء عمي السؤال بعديه قال له we went sightseeing وروحنا لرؤية المناظر الطبيعية والأماكن السياحية الهمة نتساوي most of باريس لاندمركس وشوفنا معظم المعالم البارزة في باريس يبقى عملته هناك يبقى what did you do ماذا فعلت there زر اللي معناء هنا بعدين بيقول له in fact في الحقيقة it was great كانت رحلة رائعة بعدين بيقول له انا اتمنى ان اروح باريس في يوم الأيام قال له i hope you will be able to وانا اتمنى ان اكون قادر على كده راح قال له i wish i could عشان انت بتتكلم مع تمني في المستقبل والتمني في المستقبل بناخد could or would وطالما الفاعل i وهنا الفاعل البعدي i متشابهين اقول له i wish i could go to باريس اتمنى ان اروح باريس one day في يوم من الأيام تبزل الكثير او تبزل المجهودات العظيمة 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 all the time يعنى طوال الوقت بواسطة العلماء بواسطة العلماء بواسطة العلماء والباحثين تمام؟ ممكن اعمل حاجة ثانية اقول يبزل او يبزل العلماء والباحثون يبزل علماء والباحثون مجهودات عظيمة دوال الوقت تشوف بقى ممكن تتغير كده او كده دوال دوال الوقت يبزلونا عمي جهودات عظيمة دوال الوقت to fight لمحاربة to fight chronic and fatal disease لمحاربة الامراض القاتلة والمزمنة فاتل معناها قاتلة و chronic معناها مزمنة طيب بالنسبة للترجمة الثانية اللي هي رقم 2 اللي بتقول it's essential انه من الضروري انه من الضروري ان ومكتوبة bring up يعني نربي ان نربي a powerful generation ان نربي جيلا قويا powerful معناها قويا ان نربي جيلا قويا who are aware of على دراية على دراية به على دراية بايه there's society's problems على دراية بمشكلات مجتمعهم على دراية بمشكلات مجتمعهم على دراية بمشكلات مجتمعهم وبعدين بيقول and can create solutions ويستطيعون او ممكن اقول وبإمكانهم خلق ويستطيعون خلق حلول لها الترجمة البعدين اللي بتقول ينجح في الحياة من يتصفون بالمسابرة والتحدي والمخاطرة والمغادرة تمام يبقى عايزة تقول من يتصفون بكذا ينجحون في الحياة او يستطيعون ان نجحوا في الحياة تمام فعايزة تقول من يتصفون يبقى هؤلاء الذين يتصفون هؤلاء يبقى نقول Zeus هو وممكن اقول people براحتك ممكن تقول Zeus وممكن تقول people يعني عادشة تقول Zeus هو عايزة تقول يتصفون في ناس بتقول verb to be اللي هو آم وإزه آر فممكن اقول Zeus هو آر بس في الحالة دي لو ما جبت verb to be انت مضطر انك تجيب بعديها adjective صفات لانه بعد verb to be آم وإزه آر وهو ظهر هتجيب صفات فمش هتقدر تجيب الاسم بتاع المسابرة هتجيب مثابر ومش هتقدر تجيب الاسم بتاع التحدي هتجيب الصفة منها اللي هي متحدي وهكذا شخص مخاطر وشخص طموح وهكذا طب ما انا اجيب الاسم احسن طب ازاي الحركة دي اعملها اذا استبدل verb to be verb to have اقول Zeus هو هؤلاء الذين يملكونا وكمل بك المسابرة المسابرة اسميها preservance هناها المسابرة who have preservance تحدي اللي هو challenge طبع مش هتعمل تقول and and ها نكبرنا عن كلام دا طبعا challenge وبعدين سرعة البديهة اللي هي quick thinking يعني اللي هو التفكير السريع او هو بسموه سرعة البديهة وبعدين الطموح اللي هو ambition وبعدين المخاطرة اللي هي risk and initiative initiative اللي هي المبادرة دول كلهم يعني هؤلاء الذين يمتلكونا دول كلهم ويستطيعونا ان ينجحوا في الحياة نقول كان succeed in life يستطيعونا ان ينجحوا في الحياة ضيب بالنسبة للترجمة اللي بعدها دي حلانها دي الترجمة اللي بالترجمة التانية تقولها الفساد آفة تصيب المجتمع الفساد اللي هو corruption corruption اللي هو الفساد التفاسد من corrupted corruption يكون يكون آفة خلي بالك من فعل يكون ده تحضليش corruption فساد تحضليك كلمة آفة على دول طفين الفعل نفسه اللي عليك هو فيه جملة بتاجب من غير فاعل من غير فعل انت جبت الفاعل الحمد لله اللي هو الفساد تبقى معاك الفعل اللي هو تكون آفة حتى لو مكنتش مكتوبة دور على فعل يكون عشان ده بيكون دايما متخفي يعني مستتر corruption is a pest عارف بست دي جاء من فين؟ من بستي سايدس عارف بستي سايدس اللي هي مبيدات الحشرية مبيدات الحشرية بيش تتخدمها في الزراعة اخدناها درس في تانية سنة ويدا منها بستي سايدس ينطلع منها بست الاول عنية يبقى آفة خلاص which infect معناها تصيب أو تعدي which infects اللي هو عشان مفرد اللي هو corruption وهو abest برضو يبدو برضو حاجة مفرد which infects الذي infects society أو the society الذي يصيب يصيب المجتمع وتعوق تقدمه and يعوق اسمها hinders hinder ونحط له s عشان وcorruption مفرد ثم نقول stop ثم نقول prevent على فكرة عادي في ناس بتتصرف في الترجمة في الامتحان مفيش حد بيوجف كده ويقول الحاجوني بدكشنري عشان اعرف اجيب معنى كلمة كذب لا لازم تتصرف في الامتحان تتصرف ازاي بان انا احاول الكلمة دي لا اكثر من معنى بالعربي الاول قبل ما ادهوره على معنى بالانجلس تعوق تقدمه يعني يمنع تقدمه هيب جابريد توقف تقدمه يعني stop يعني كله شغال ثم انت هم حين ما تسيب ليش حاجة فاضلة تقوله انت هم مش عارف ايه معنى كلمة كذا خلاص حاول ادهوره على فعل مشابه اسم قريب منها اي حاجة ماعلم and hinders its progress progress اللي هو التقدم and hinders its progress and its وبعدين في الاخر كلمة نمو يبقى its growth والنمو التاعه ليزا ينبغي كلمة ليزا طبعا هنقوله لما تقول ينبغي ان نحارب اللي معنى هيجب علينا ان نحارب يعني we should ويحارب اللي هو الفيرب اللي اسمه fight so we should fight محاربته we should fight it نحاربه في كافة المؤسسات الحكومية in all ما هكافت معناها جميع يعني اول مرة هجيين في الامتحان كلمة كافة هقول in all المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الحكومية اسميها all governmental governmental and non government اسميها non governmental non governmental وبقعد عندك كلمة مؤسسات دي انت براحتك بقعد ممكن تقول organizations organizations ممكن تقول associations ممكن تقول foundations انت براحتك خليها organizations اللي احنا عارفين اخينا في الحياة اللي احنا عارفين يبقى في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اول حلقة من حلقات الحل في كتاب my new friend الحمد لله وفقنا لحد ثلاث امتحانات وبكده احنا في كل اسبوع ان شاء الله هنحل حلقتين كل حلقة فيها ثلاثة يعني في الاسبوع الوعد هناخد ست امتحانات بكده ان احنا نقدر ننجز كمية كبيرة من الامتحانات وانا ما اظنش ان انت هتلاقي اي حد او اي فيديو بيتماشى معاك او اي حد على اليوتيوب بيتماشى معاك بانه في كل حلقة هيحل معاك ثلاثة امتحانات كاملة بدون ترك اي سؤال ما تنسوش البراجراف اللي بتلكم حلول اللي هو بيتكلم عن اعتقد عن النظافة او كده او اه عن مورست الرياضة اهمية مورست الرياضة ياريت تحلوه تصورهولي تبعتهولي على الواتس وانا صحيح لك البراجراف ده زائد ان انا اساسا هنزلكم براجراف مكتوب بإذن الله محلول هوريك ازاي بيتحل البراجراف ان شاء الله اشكركم على الحسن استناعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة